في مجموعه هكذا للصفح وإن كان فيه أخبار صحيحة تشيصاً فيما يتعلق بقرنا وطولنا الحديث فيما يتعلق بقريب المهباني لأنه وكانه يعني بدأت أن الحديث لا يفعل ولكن أخباراً تطلح حد وعلى كلنا نحن نتحدث عن المطلق لغضب المغضر يأتي يوم ويقول إنسان نفس الشيء فذكر أنه أن نفسه تحدثه بطلاق خوله يعني بطلاق زوجه الذي يرى علي وذكر 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 أنه أراد أن يجب نفسه يعني حتى يعني لا يشتعي النساء هذا الشرح وعلى كل حد المطلق كان هو تلك النساء والآن إذا لدينا حديث صحيح أفراد له البخاف حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت المبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادك كأنهم تقالوها وعيش قليلة وآية ما يعيش المرء وآية ما يعيش إسلام المرء أن ينظر إلى قدوة صلى الله عليه وسلم سيرى لنفسه تصريحاً وتصريحاً ما معلل الإسلام الإسلام التسسل لأمر مما يعد يدرك وأن تتبع سنة المطلق صلى الله عليه وسلم إذا كنت قادف تريد أنك شيء خفي أخفي عن النافع كل واحد عنده ضاع فلا تغيرني السنة سنة بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بمعنى النافع لا تغيرني السنة بمعنى الضال هذيك هوا معين في لباس هذيك هوا معين في طعام هذيك هوا يخالف هذيك 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 فكان مما قالوا وقال أحدهم أنا أسوم ولا أفطر وقال أحدهم أنا لا أتزوج اليساء هذا أخر واحد دائماً مبعجني أنا في القبيعة واحد دائماً إيه؟ مبعجني يقول أنا لا أتزوج اليساء ما لكم أي شرق عندنا أنت لا تقوى على الزواج أنت لا تريد الزواج لكن لا تعتبها عبادة لا رهبانية لي أخينا علي المسؤول صلى جاءهم وقال أنت من الذين يقلون كذا وكذا أنا إني أتقاكم أخشاكم بنا وأتقاكم بنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا سلام ثم قال أنا أقوم وأرقب وأسوم وأرقب وأتدود المساق وآخر شيء بالحديث ومن رغب عن سنتي فليس 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 بطلبته وبعلمته وطلبته ولم يجد في نفسي حاجة ولم يجد في نفسي ستنى ولل يجد كان مسئول ولكن لا رهبانية ولكن مقبوز ومسئول عام شيء آخر سيدي الشيخ ممكن تسؤال بعد الدرس ينسى هذه الخواطر التي نيشة معها عزم عن فيني حديث النفس لأنه قد هم الإنسان يفعل الشيء يكون له خاطر ويكون له ميل ويكون له عازم ويكون له ولذلك تعليق الإمام غزالي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المتعلق وأما التالف هو الاعتقاد ورفض القرد عن يهم بغي أن يفعل فهذا مردد بين اليسود الترام والسيار والأحوال كفتل فيه والاحتياريه منهم لا خد به والإسراريه لا يراخد به أنت لا تمنج شيء تيولوجي عندك كما نقول الجوة فدخل عليك على الخطر ليس باختيارك ليس باختيارك أدري إن شاء الله لا تؤخد لا تؤخد به فإنما الذي يجي الاختيار هو الذي يؤخد أما الرابع وأولا قد تاتوا خوفاً من الله تعالى ونجم على همه كتب الثلاؤ حشب لأن همه سيء وامتناعه لسجاهدة من نفسه حشب والهم على وقت طمق لما يجد على ثمان ونفذة عن جاه تعالى وانتناعه للمجاهدة على ثلاث الطبع يحتاج إلى طروف عظيمة فجده يعني أنه بدل نادي نزعه فجده من مخالف الطبع والعمل لا يتعالى شكل من جده لموافقة الشيطان لموافقة الطرف لا يتعالى لأنه رجح التوجي في إبقناع وهمه به على إمثل وعلى همه بالفعل وإن تعوق الفعل بعار وخركه العدو لا خوفك من ما عدد وددت عليه سيئة فر ثاني تعوق الفعل بعار يريد أن يفعل شيئاً من الفسك والمجور يجب أن يتعالى يجب أن يتعالى جاءه 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 أخوه جاءه أفسد عليه عوقه فلا نقود أنه انترك فلا نقول لا نقود لا نقود السحين لما الجنس لحسب الزخل عليكم يريد ما أن يريد فقطها ويريد غذية لكن أفسد عليه أفسد وعليه السطرة هذا لا يعتبر النوم فلا نقول هذا لا تفكره حاجة للتأكيد أنه من يكون وتبعية أو غفل ويكون فإنه لما هو جعل من القلب الحياني والدليل على هذا التفصيل المواردة الصحيف تفصلت للمد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث الرواهي وقل قالت للمد الحديث عليهم السلام ربك ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به الملائكة تفكر الله عز وجل وأعلم منهم منع وقال رفضوه فإن هو عملها تكتبوها له لمثل وإن تركها تكتبوها له حسن وقال الضوء للمد الحديث بلدان البيصة الان على الوليس ممكن اما دولتان اختلاف وثلاثة واربعة وخمسة ولا لكاذ مرا في جمالك بعض البلاد اممها الله عز وجل اما غالبية بلادنا هي خروط امضوا الى مساجد اهل السنة ومساجد الشيعة لدينا اختلاف مع الشيعة ولكن هذا البلد يذهب في فجر المسجد من اين جاء بهذا اروني ايهة اروني حديثة تكتير مساجد الشيعة من اين انظروا الى خيرنا هل يفجرون الكلائش والبولكس هل يفعلون هذا هل يفعلون فقد عيسى الشيطان ويفعلون ويفعلون بحيث هلالك تعولين حرف هلالك شيطان من تحسيها هذا الذي اخراه اليوم وهذا الذي اخراه اليوم ويأتي وانتفاعنا اخراه اليوم وانتفاعنا انا اخراه اليوم وانتفاعنا اخراه اليوم قال ان دور عرويه اشتروا اربعين تلمية من السلاح الذي امتد في العامة بين عام سعين 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 وانتفاعنا وانتفاعنا فعين الدنيا تحديث وانتفاعنا تجاه معاكس فعين الدنيا القديم دعاية قديمة اين عينه اين مدده اين صنعاته قدوا هذه الانواع من الخدق على وجه الحقيقة او تخطيطه او فعين يكون لدينا دنيا تحتية مدادة وشوارع وجسور وانفاع وصناعة وطف وهندسة وعلم وبعث علمي وانتفاعنا اولي ست وخمسون دولة في القضاء العنصار والتطعيم من الامراض المختلفة لم ينتظرها من الخاتف انا نستحيين يا الله هذا هو الفراس الذي سنترك في الاجيال الخادمة عالة على الناس هذا لا يصح فهذا نصر وهذا نصر في انه صار مجرد ارادة من اهل الله مع انه ختل مضلوما فخيث اهم ان الله لا يؤثر من النية والهم ليس الهم هنا بمعنى ما يسد الانسان من الحزن ومنه لأنه الهم ان تقفل فيه فتحرك الارادة كما تحرفت عند الراجع العزيز ليهمت سيدنا يوسف عليه السلام فاخذت اسلام اغلقت ابوه واخذت الخميش بعد اثنان وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هايني جاهزة هذا معظ الله معظ الله انه رضي احسن الاخوار بي